البرعم الصغيرة والاطفال لما بتظهر عندهم مواهب معينة بيبقى الام والاب هنا عندهم يعني حلم الاتنين يا اما الالتفات ليها وياخدوا بالهم من الموهبة دي ويبدأوا ينموها خصوصا لو حاجة ليها مستقبل يعني موهبة علمية او حاجة فنية مثلا ليها مستقبل يا اما فكرة خليك يابني في دروسك وما فيش وقت للكلام ده وحتعمل ايه يعني بالموهبة دي او مش في دماغه اصلا وما الى ذلك والحقيقة انه لما تلاقي اسرة مصرية ربما الحالة الاجتماعية لها انها حالة يعني الحمد لله ميسورة الحالة لكنها حالة متوسطة اجتماعيا لما تلاقي الاسرة دي بتشوف ان عندها طفل يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبكل المقاييس نابغة لانه من سن التلات سنين بدأ يظهر عنده مواهب معينة لها علاقة بتفكير علمي واختراعات لما منذ سنوات يحصل على سفير اليونسكو للطفولة العربية لما يتكلم على اختراعات لاجهزة روبوت وجهاز يساعد ذوي الاعاقة وهم ماشيين لانه كان مرة ماشي في الشارع مع والدته فلقى حد عنده اعاقة مش عارف يطلع الرصيف حاجة كده فيقوم يرجع البيت يفكر انه يركب جهازه ويعمل حاجة وحاجات تانية كتير لما كل ده بقى وهو النهاردة عنده 8 سنين يبقى احنا قدام طفل عايزين نعرف الموهبة دي يعني بدأت عمده من امتى ونتكلم معاه عشان نشجع كمان كل ام واب شايفين في اطفالهم بذور لمواهب واختراعات ممكن باذن الله تفيد هذا الوطن تعالوا نتعرف ببطلنا احنا بسميناك هنا في مساء دريم المخترع الصغير حتى بنا وبان بعض كده واحنا بنتكلم منقول تقرير المخترع الصغير يا اهلا بيك يا محمد محمد واقل ازايك؟ الحمد لله كويس عامل ايه؟ كويس محمد كويس؟ طيب ممكن اسلم على ماما وبابا؟ ممكن طيب مدام ايمان والدة محمد اهلا وسهلا بيك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك والاستاذ وائل والد محمد اهلا بيك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك انا حفضة مع محمد بعد اذنكم محمد انت الاول عندك تمام سنية مش كده؟ اه وانت في سنة كم في المدرسة؟ انا في برايمري تو نعم في برايمري تو برايمري تو اه انت في مدرسة خاصة؟ درسة حكومة؟ مدرسة ايه؟ في مدرسة النهضة يا تجريب دي مدرسة تجريبية؟ تجريبية طيب بص بقى أنا قاعدوا يقولولي محمد واقل حتى الأسبوع اللي فات كده عرضنا لك تقرير قاعدوا قلولي مخترع واخترع حاجات كتير ايو كتبلي بقى كارتة ايه بقى يا سيدي اخترع طائرة مروحية وصيارة لحل أزمة مرور وصيارة جهاز كشف المفرقعات واخترع إنسان آلي لمساعدة أصحاب الإعاقة كلام ده بجد يا محمد؟ اه لا يا شيخ طب إزاي بقى؟ بدأت إزاي كده من الأول حكيلي أنا بدأت بأول حاجة طيارة ومن وانا عندي ثلاث سنين كنت بعملها بركبها عشان لسه ما كنت صغير إن أنا أفكر إن أنا أعمل لها حديد وفكر إن أنا أعمل لها الحاجات دي فأنا جبت ميكانه وعملته وبعد كده لقيت قطر عندي وبعد كده فكيته وخدت منه المطور وبعد كده برجعه ميكانه زي شكله بس بيخد الحاجة منه برجعه زي شكله وكمان يعني فكيت المطور اللي في القطر عشان تحطه في الميكانه اه وتعمل طيارة مروحية صح كده؟ اه طيب تمام وبعدين؟ اه وبعد كده اه جبت سلكتين وعملتهم سلكتين وعملتهم؟ اه وكمان جيت بطارية قعدت ابحث عن البطارية دي هي ايه لك؟ لان ما كنتش عارف هي ايه البطارية فقعدت ابحث كتير هي ايه البطارية دي؟ فجبت البطارية بس المروحة لفت بس عشان يعني لما ركبت البطارية المروحة بس هي اللي لفت اه بس الطيارة ما طارتش اه وبعدين دي مشكلة كبيرة ديام حمد وبعدين فبعد كده بقى كررت ان انا ايه اخد ماما المطور بتاع الخلاط اخدت مطور الخلاط بتاع ماما؟ اصلا هي مردتش هي مردتش؟ لا مالهاش حق ماما الصراح مالهاش حق دخل عليها تقول لانا عايز اخد مطور الخلاط عشان اعمل طيارة مالهاش حق برضو ماما تورد طيب وبعدين عملت ايه؟ اه وبعدين خليتها زي مية بس هي لفت بس طيب الطيارة كده ما طارتش برضو وبعدين؟ ايه ماما بقى لس بدور على حي على مواطير ان هي اه في الحاجات اللي عندي في البيت بدور على مواطير ان هي ما تبديله يا ماما مطور الخلاط يا ماما في ايه بس؟ اديله مطور الخلاط عشان الطيارة تطير والنبي طيب ايه تاني غير الطيارة؟ بس دي دي الطريقة اللي انت فكرت بيها انك تعمل طيارة اه من الميكانو وبعدها فكت مطور القطر وركبت المروحة وعملت وصلت سلكين المروحة بس هي للفت وانت واقف دلوقتي على المطور اللي حنقنع ماما ان شاء الله في اخر الحلقة نهاردة ان احنا ناخده من الخلاط ما تقلقش طيب عملت ايه تاني؟ وبعد كده عملت عربية بتحل ازمة المرور ازي بقى؟ كنت ماشي مع ماما وبابا في الشارع لقيت زحمة فقالتلي ان هي دي اه اه ازمة المرور فانا بقى بعد كده روحت البيت فكرت ان انا اعمل عربية بتحل الازمة دي ان هي دي العربية يا محمد لو شايفها من عام هي دي بص هي دي طب ايه يعني ايه بقى العربية دي ازاي تحل ازمة المرور مش فهم اه ان السواق هيبقى جنبه زرار اه اه لما يلاقي زحمة الزرار ده يدوس عليه العربية اه ترتفع لفوق وعربية تدخل من تحتيها والعربية اللي انا عملها يعني هتبقى زي الكبري كده يعني نفق بيدخل منه العربية اه وهي عربية اه لكنها نفق وبيدخل منه يعني العربية هي ماشى كده على الارض اه انت عايز يبقى فيه زرار جنب السواق لما يلاقي زحمة او يدوس على الزرار ده فالعربية تعلى لفوق صح كده فيعدي طب يا محمد ده الناس وهي على الارض عمالة بتطقش في بعض فاحنا لما نطلع فوق كمان يا محمد هتبقى مشكلة احنا سواقتنا وحشة قوي يا محمد احنا ندري مشكلة سواقه اصلا يا محمد قبل مشكلة الزحمة هنعمل ايه بقى في المشكلة زي نتعلم السواقه نتعلم السواقه وانا اعمل روبوت يساعده ازاي اه كان يتبقى عندي ميكانو لما كنت عامل بي الطيارة اتبقى فانا فانا فكرت ان انا عامل بي اه الانساني الالي ده فبعد كده جبت العربية اللي هي بتمشي بالرمود اه فكت البلاستيك اللي فوق وعملت لها زي سفنجة كده وهتيت الروبوت عليه اه وجبت حاجات عشان تسنده من ورا اه تسند الروبوت نفسه من ورا اه ليه عشان ما يقعش اي تمام اه وكمان اه جبت موبايل كان عندي اه بس بايز وجبت تابلت بايز حطته هيبقى التابلت ده في ايدي وموبايل ده هيبقى معاه الموبايل هيبقى هيبقى واخد من التاب يعني احنا الاتنين هيبقى بنكلم بعض يعني انا مثلا يعني هو يعني تدي الوردر للروبوت عن طريق التابلت اي تقوله روح مثلا هات الدواء اي تعالى اه اسندني وانا ماشي صح كده تدي له الامر اه تمام وبعدين اه يعني مثلا هم ام مش عارفين يفتحوا البيب هو يروح يفتح لهم البيب او يعمل لهم يجيب لهم مية يعمل لهم الحاجات دي اه اه وكمان عملت مركبة ضد الغرق السنة لسه ما عملتش الميكان ما كاملتهاش لسه ما كاملتهاش لكن فكرة انه اليونسكو تكرموا من سنوات كسفير للطفولة العربية اشتركوا في القناة